سلام لفلسطين، سلام لأرض السلامة التي لم ترى يوما سلام سلام لفلسطين من القاهرة ينطلق من خلال انطلاق أعمال قمة القاهرة للسلام هذه القمة التي تنطلق اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة ومشاركة العديد من الدول لمناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام مش بس كذا جمانة، القاهرة هي مدينة السلام بتستضيف قمة كل العالم وكل من هو يهتم بالسلام وكل من هو إنسان حقيقي يشعر أن السلام هو الحل الوحيد لحل القضية الفلسطينية العيون بتتجه لمقر انعقاد مؤتمر وقمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة ما هو المرجو من هذه القمة؟ ما هي أولويات القمة؟ هل ممكن تصفر عن قرارات تخفف المعاناة من أهلنا في غزة وفي فلسطين؟ قرارات تعمل على وقف فوري لإطلاق النار أسئلة كثيرة حنتكلم عنها وأجندة قمة القاهرة للسلام مع ضفنا المنورنا في ستوديو صباح الخير يا مصر الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجماعة السويس أهلا بك أهلا بك صباح الخير صباح خير حضور دولي لافت مشاركة دولية وإقليمية سنتكلم على 31 دولة ومنظمات دولية تشارك في قمة السلام اللي دعا إليها سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعين الأستاذ العلوم السياسية ما المرجو من هذه القمة؟ أهم القضايا التي ستناقش في الأجندة الخاصة بقمة السلام هو المرجو من هذه القمة طبعا إحنا بنكلم على جزئيتين الجزئية الأولى هو وقف إطلاق النار بأي شكل من الأشكال الجزئية الثانية إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة الذي بات راهيمة في يد عصابات الاحتلال الإسرائيل لكن قبل أن نتحدث عن الهدف من هذه القمة ما يجب أن نتحدث أيضا عن أطراف أو من هم الحضور يعني كل قمة بتأخذ وصنها من الحضور من حضير هذه القمة بتأتي أيضا من خلال أو أهمية القمة بتأتي من خلال القرارات التي تتخذها ثم بعد ذلك في نهاية الأمر ما هي الألية التي يمكن من خلالها تطبيق هذه القرارات حتى وإن صدرت في صورة بيان يعبر عن موقف دولي أو إخليمي بتتبنى هذه القمة في ضوء ذلك يمكن تقييم هذه القمة التي سوف توقد اليوم دكتور برضو خلينا نقف على الصورة الكاملة يعني احنا أمام قمة كبيرة حشد دولي كبير أتى إلى مصر تلبية لدعوة سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي في محاولة مصرية لا وقف التصعيد في قطاع غزة وحل الدولتين وإدخال المساعدات لكن الصورة الأكبر يعني لو هنتبع حتى الأخبار أمس أولا تم الإفراج عن رهينتين أمريكيتين أمس في الوقت زيته أيضا رأينا تصريحات جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي أنه لسه هذه هي المرحلة الأولى لما يحدث في غزة ولسه ما دخلناش حتى في المرحلة الثانية سؤيل حضرتك هنا يا فندم لو بصينا للصورة الأكبر كده لأي مدى هذه القمة قادرة على الأقل حتى وقف إطلاق النار ووقف التصعيد في قطاع غزة كيف يمكن التأثير على موقف الدول التي هي لا أقول أنها تتبنى الموقف الإسرائيلي أو العدوان الإسرائيلي لغزة لكنها هي شريك لإسرائيل في جرائمها ضد الشعب الفلسطين في ضوء ذلك يمكن أن نقيم القمة ويمكن أن نقيم تأثير هذه القمة في وقف العدوان هل هذه الدول لديها القدرة والإرادة؟ بالطبع لديها القدرة لكن الإرادة هي الإرادة متوفرة هناك دول قد يكون من الدول الحاضرة لهذه القمة هي من الدول المتبنية للرواية الإسرائيلية هذا ليس لنقول أنها لا تحضر لا تحضر حتى تسمع وجهة النظر أو الموقف المصري أو الموقف الدولي أو الإقليمي من هذه الأعمال العدائية أو العدوانية ضد الشعب الفلسطيني فالتالي أنا أعتقد مثل هذه القمة هي ضرورية حتى وإن خرجت بقرارات أو بيانات لا يمكن تنفيذها هي بتعبر نحن نعتبرها جمعية عامة للأمم المتحدة مصغرة بتعقد في القاهرة حتى قد يكون من قرارات القمة الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وهذا باب لم يتركه العرب حتى يومنا هذا لماذا لم نذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار أممي أو قرار دولي هو قرار بتعمل به الأمم المتحدة هو قرار الاتحاد من أجل السلام إذا أخفق مجلس الأمن فيه اتخاذ قرار فيه مسألة تتعرض بتهديدة أو ترى فيه الدول المتقدمة تهديدا للأمن والسلم الدوليين هناك أيضا لماذا لم تذهب أنا ألقم هذه القمة بعض الحلول لماذا لم تذهب إلى هذه الدول أو أي دولة من هذه الدول كل المشروعات التي قدمت إلى مجلس الأمن وتم رفضها هي تتعلق بتقديم مساعدات أو وقف الهدم لماذا لم يقدم مشروع في مجلس الأمن يتحدث عن أن الوضع ما يحدث فيه الأراضي الفلسطينية يهدد الأمن والسلم الدوليين بالطبع سوف يأخذ أيضا زي حصل بشوار الروسي والبرازيلي هيأخذ فيتو من الولايات المتحدة لكن على الأقل ننبه العالم أن ما يحدث هو بيهدد الأمن والسلم الدوليين فبالتالي أمام هذه القمة يعني أبواب يعني لم تطرقها بعد يمكن أن نتحدث عنها جميل طيب دكتور جمال مع بداية الحرب والأيام الماضية حتى وصولها للحظة القمة وهي بتعقد في ضرف استثنائي بتمر بي المنطقة حضرتك شايف إزاي السلوك الإسرائيلي يعني كيف تقيم السلوك الإسرائيلي سياسيا وإحنا شوفنا برح بصراحة مشهد عجيب جدا يعني مشهد أكبر موظف في الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أمام معبر رفح بيناشد العالم أو بيناشد إسرائيل كمان أنه إدخال أكبر قدر من الشاحنات وضرورة إدخال أكبر كميات من المساعدات لقطاع غزة إحنا في مشهد يعني فيه مفرقة أنه ده المسؤول عن أو هو أعلى موظف أو الأمين العام للأمم المتحدة بيناشد العالم ويناشد إسرائيل تقييمك للسلوك الإسرائيلي غير المسبوق إزاي وإزاي بيتعاملوا مع المواقف الدولية مع بداية الحرب حتى الآن أنا أرى فيه أنه لطمة إسرائيلية على وجه الأمم المتحدة يعني هذه الأمم المتحدة التي أنشأت لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وهذا هو أكبر مسؤول أممي في الأمم المتحدة أو في العالم يأتي إلى هنا سمرة يقف على أبواب رفح لا يستطيع الدخول ولا يستطيع إخراج برغم من أنه كان جاء بتنصيق مع الولايات المتحدة ومع الدول الرعية لإسرائيل أو المتبنية لإسرائيل أو الدول الشريكة لإسرائيل وكان هناك توافق وكان هناك أحاديث أنه سوف يدخل عشرين شاحنة لم يستطع حينما جاء إسرائيل رفضت وقالت يعني البعض يعني هددت بشكل ما أو بآخر بأنها سوف تضرب هذه القافل حتى يومنا هذا لم تدخل أي شاحنة إلى إسرائيل بالرغم من أنه بالأمس قيل أنه سوف تدخل شاحنتين أدوية لم تدخل هذه الشاحنتين فبالتالي أنا أعتقد هذا التبجح الإسرائيلي وهذه الغطرصة الإسرائيلية لم تنل فقط الفلسطينيين لكنها نالت العالم كله سواء كانت عبر مجلس الأمن أو عبر مجيء الأمين العام أو سكرثير العام للأمم المتحدة ووقف على بوابة رفح في طابور أشبه بطابور زنب بمثابة شاهد أنه يكون حتى موجود كشاهد على الذي يحدث وحسب للأسف أنه اللي بيخرج للإعلام الغربي أو اللي بيروجه الإعلام الغربي أنه مصر هي اللي مش بتدخل المساعدات فلأ حضرتك موجود أنتوني جاتيريش أكبر مسؤول لو هرتكلم حتى هذه المنظمة هي من أكبر المنظمات الدولية الموجودة بتجمع العالم كله فإنت موجود بنفسك أعتقد أنت بمثابة شاهد عيان الآن إذا قدرت تخش خش الموقف يعني كانت أصرحات سامح شكر وزير الخارجية أن الموقف أن المعبر مفتوح من جهة مصر لكن المشكلة الآن هي إسرائيل بتهدد هي بتهدد بضرب أي شاحنة بتدخل منها إلى الأراضي الغزاوية فبالتالي وهذا ما حدث كان يعني وبالفعل مصر لم تكتلت بالفعل الشاحنات تحركت بالفعل وشاهدنا اللي حصل من بداية التصعيد بس أريد بأنك تتحدث عن السلوك الإسرائيلي إحنا شايفين أنه الحقيقة يمكن التصعيد مش بس في قطاع غزة التصعيد في فلسطين بشكل كامل وأيضا التصعيد في لبنان التصعيد في عدة مناطق أخرى ودول أخرى في نفس الوقت كنا بنسمع أنه تحذير من التصعيد في الجبهة الشمالية وتصعيد وتحذير من فتح هذه الجبهة بس في نفس الوقت في استفزاز من هذا الكيان الإسرائيلي المحتل لهذه الجبهة ده إيه؟ يعني هل ده فعلا بمحض الصدفة؟ هل ده فعلا ما كانش مخطط قبل 7 أكتوبر؟ معقولة؟ لا إسرائيل لديها خطة توسعية سواء كنا نتحدث عن مسألة جنوب لبنان هي مجرد توجيه ضربات لجنوب لبنان لكن بالنسبة للتوسع في الأراضي الفلسطينية سواء في غزة أو في الأردن هي لديها هذا المخطط هي تنتظر فقط مجرد أن تكون هناك ضعف في الجبهة الشمالية سواء كنا نتحدث عن الأردن الضفة الغربية أن تضعف الأحوال أو تضعف الظروف في الأردن أو أن يكون هناك تستغل أي اضطرابات أو أي ضعف في مصر لترحيل أهالي غزة إلى سيناء فبالتالي هنا نحن نتحدث عن لا أريد أن أقول استعدادية أو جهزية إسرائيلية للتحسب لكنها طبعا إذا كان هناك جهزية أعتقد أنها جهزية غربية يا فندم ليس جهزية إسرائيلية أعتقد أنها موضوع أوسع من كده بالأمس فقط تحدث أو صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه سوف يطلب من الكونجرس تخصيص 14 مليون هذه أكبر حزمة مساعدات بتوجيها الولايات المتحدة لأي دولة في دول العالم أو في تاريخ الولايات المتحدة بصفة عامة تتعرف حجم المساعدات الأمريكية لإسرائيل 3 مليار أو 4 مليار في السنة 3 مليار و 8 مليار 10 يعني هذا في عهد هي زيدة فقط في عهد الرئيس باراك أوباما ثم بعد ذلك الآن بنتحدث عن 14 مليار يعني حجم المساعدات الأمريكية العسكرية التي بتعطيها لمصر 1 و 3 من 10 ثم بعد ذلك يعني بتحاول أنها تضغط على مصر بهذه المساعدات نحن نتكلم على 14 مليار سبع سنوات من المساعدات سبع سنوات مقدما وهي بتساوي إسرائيل بأوكرانيا يعني بتساوي إسرائيل بأوكرانيا مش بالمساعدات يعني بترى أن إسرائيل بتتعرض ما تعرضت له إوكرانيا وأن حماس هي بتساويها بروسيا طب يريد حماس تصوير يريد حماس تصوير روسيا يعني نحن نشوف حتى مصطلحات جديدة في عالم السياسة صراحة اليومين اللي فاتوا دول غريبة جدا وبتخدم المصالح الأمريكية بشكل كبير أنا بس عايز أسأل حضرتك سؤال طبعا مفهوم جدا هذا الدعم التاريخي غير المشروط من أمريكا إلى إسرائيل السؤال يعني ما فيش شعور ما داخل دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة أو في بريطانيا أو غيرها تجاه المصالح العربية لأن احنا حلفاء أيضا للولايات المتحدة والبريطانيا وأمريكا لها مصالح مهمة جدا استراتيجية في المنطقة لا توضع هذه المصالح في الاعتبار تماما هناك انحياز أعمى فقط مباشر لإسرائيل يعني اللحظة دي كأن الطرف العربي غائب في الحسابات الأمريكية هل دا صح؟ يعني كنت وأنا صغير جدا كنت أرى بعض المنصقات كانت عليها صورة الرئيس عبد الناصر وكان مكتوب عليها في الأسفل أمريكا أو أمريكا هي إسرائيل بالتالي يبدو بالفعل أن أمريكا هي إسرائيل وأن أمريكا باتت تابعة لإسرائيل نظرا لما تغذي إسرائيل للولايات المتحدة من فكر ومن بعض المسؤولين يعني انظر إلى وزير الخارجية معظم المسؤولين الأمريكان هم من اليهود أو مخطط الحملات الدعائية لرؤساءهم اليهود رؤساء المولايات المتحدة والإدارات الأمريكية بتتمنى أو بترغب في كسب أصوات اليهود أو في تأييد اليهود داخل الولايات المتحدة العرب لم يشكلوا حتى الآن سواء كان لبي على المستوى الداخل أو على المستوى الخارجي هم يعطوا الولايات المتحدة والغرب بلا حدود أو بلا شروط بلاش بلا حدود بلا شروط كل شيء في العالم هو محكوم بالمصالح ومحكوم قدوهات هلين أفندم يهمش تماما المصالح العربية في نظر الإدارة السياسية في الولايات المتحدة يعني أكيد هو مرتبط بتحالفات في المنطقة العربية ويهم المصالح التاريخية كمان يعني في لحظة ما كل هذا التاريخ العربي الأمريكي يهمش ولا أرأي الإسرائيل إذا كنت أنت بتديهم بلا شروط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينما أتى إلى المنطقة في الزيارة خد صفقات اقتصادية أو صفقات تجارية من دول المنطقة بـ 400 مليار وهو قال إن أنا يعني لو كنت إن أنا ما استغرقش الأمر مني أكتر من إن أنا أجرتش هو طبعا معروف إن هو راجل بتاعيكارات قال إن أنا يعني كان أسهل إن أنا أخذ هذه الصفقات من كون إن أنا بأجر شقة من شقة لبعض المستأجرين فأنت بتديره بلا شروط وبتديره دون أن يكون هناك نحن يعني هنا برد سؤال يا فندم هو ده يعني لو حضرك تتحدث عن إنه هذا السلوك أكيد لأسباب يعني الدول العربية بالمناسبة هي لدول فقيرة ولا دول ما عندهاش ديوش قوية لا الدول العربية على فكرة هي دول تمتلك مقدرتها بالمناسبة اللي بتستفيد منها وبيستغل لها الغرب ده يعني مما لا شك فيه ليه؟ ليه ده ممكن اللي بنتحدث فيه خاصة أنه دلوقتي خلاص يعني العرب أعتقد دلوقتي باته واضحا أمام الجميع أنه الغرب أمام مصالحه أو أمام مصلحة فريق واحد منهم أو دولة واحدة منهم مش بس هتخلوا عن العرب ولكن يعني بالعكس يعني مش هايزة أقول لفظ صعب يعني هما هيدمروا حتى مصالح العرب أو حتى الإنسانية مش هتكون موجودة زي ما احنا متابعين لكن خلاص باته واضحا هل ممكن بقى نلاقي سلوك مختلف سلوك عربي مختلف في الفترة اللي جاية؟ حينما تخلى العرب عن مقول 99% من أوراء اللعبة في يد الولايات المتحدة لا في أوراء اللعبة في يد العرب كثير من أوراء اللعبة في يد العرب ويستطيع أن يمارسوا ضغوط على الولايات المتحدة يستطيع أن يلعبوا لعبة التوازنات فالتالي أنا أستطيع أن أؤثر على القرار الأمريكي في هذا الصدد ولا سيما في ظل إداراته أن الولايات المتحدة نفوذها العالمي تراجع يعني بعد صحيح يعني نفوذها العالمي ليس هو يعني هناك أقطاب متعددة برزت على الساحة الدولية نحن نتحدث عن الصين نتحدث عن روسيا نتحدث لماذا لم لا يتم تدعيم العلاقات مع هذه الدول بشكل ما وباقر على الأقل يعني لا نقول أنها سوف تكون بديلا 100% للولايات المتحدة لكن يعني يمكن مصر حينما وجدت هناك تلكؤا من الولايات المتحدة لتوريد قطع غيار أو لتوريد أسلحة ذهبت إلى فرنسا يعني هنروح أيضا لأقطاب هذه الأقطاب قد تكون يعني غربية أيضا إلى فرنسا وشارت منها طائرات معينة هذا ما أغضب الولايات المتحدة برغم من أننا يعني ذهبنا من دولة غربية إلى دولة غربية أخرى فالتالي يعني على العرب أن يكون لديهم بدائل ولا يلقوا بكل أوراقهم في سلة واحدة طب هل ممكن نشهد ده خلال الفترة المقبلة مع تغير طبعا المعادلة السياسية والتغيرات اللحملة نشهدها كل يوم أنه الأقطاب الأخرى تحديدا روسيا والصين يحصل تنصيق ما من العالم العربي أطراف إقليمية أخرى تقف نوعا ما موقف يعني جيد مع القضية الفلسطينية أو مع صراع العرب الإسرائيلي هل الفترة المقبلة حنشهد تقارب أكثر ما هذه الأطراف أو دور أكثر فاعلية لها على المشهد السياسي العربي هي الصين بتحاول أنها تقترب من المنطقة بشكل كبير ولا سيما مع تزايد قدراتها الاقتصادية وقدراتها السياسية الصين كان محور اهتمامها في السابق هي منطقة بحر الصين الجنوبي والمناطق المتاخمة لبحر الصين الجنوبي ثم بعد ذلك قدس الأقدس بالنسبة للصين هي تايوان لكن بدأت الصين الآن بترنب ببصرها إلى بعض الدول مثل الدول الأفريقية أو الدول العربية كان هناك بالأمس الأول رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي موجود ويقابل الرئيس الصيني هذا شيء جيد جدا التحرك نحو الصين لكن ما زال أيضا التأثير الروسي أو التأثير الصيني روسيا قد تكون أكثر تأثيرا بشكل ما أو بآخر اقترابها لأنها تستطيع أن تمد المنطقة بأسلحة الصين هو تأثيرها قد يكون مجرد حتى الآن هو تأثير سياسي خلال تصوتها إلى جانب القضايا العربية وقضايا للصينية في مجلس الأمن وهذا أيضا هذا شيء جايد يعني أن أنت بتكسب صديق داخل مجلس الأمن أو داخل الأمم تحدى مثل الصين أو مثل روسيا برغم طبعا أن دورهم أو أن موقفهم داخل مجلس الأمن هو موقف معطل مجرد موقف معطل لما قد يتخذ ضد العرب صحيح يعني زي ما حضرك قلت يا دكتور لفديل عن أن يتحد العرب وأعتقد أننا جربنا ده كان لنا تجربة سابقة صحيح حتى يعني بلوهر نكلم على حرب أكتوبر على سبيل مثال فكرة أن يوجد فيه تلاحم وتوافق عربي عربي مشترك لا بديل ولا غنى عنه بشكل كبير لأنه خلاص تابعنا أعتقد أن سقطت الأقناعة جميعا وبات واضحا أن القضايا الإنسانية لا يأبع بها الغرب هي مجرد سلاح يستخدمونه وقت ما يكونوا حابين هم يستخدموا هذا السلاح مش أكتر بشكر حضرت عبد صور جمال سلام وأستاذ الألوم السياسية شكرا لحضرتك شكرا لشرفتنا ونورتك